افتتحت السفيرة سوها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والبابا تودرس الثاني بابا الأسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية معرض لو جوس المقام بدير الأنباب شوي بوادي النطرون ويقام المعرض على هامش فعالية ملتقى لجوس الثالث للشباب الأقباد بالخارج والذي يوقت حاليا في مصر في الفترة من العشرين وحتى السابع والعشرين من أغسطس الجاري تحت رعاية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتفقد البابا تودرس الثاني برفقة وزيرة الهجرة كافة أجنحة المعرض وكان من بينهم أجنحة وزارات الهجرة والبيئة والسياحة واستمع قدسته ووزيرة الهجرة إلى شرح واف عن الملفات والمبادرات التي تقدمها وزارة الهجرة لشباب مصري بالخارج